اشتركوا في القناة والمعنى بتطبيق سياسة العزل الصحي المنزلي الاختياري للحالات القائمة وفق اشتراطات محددة بدءا من اليوم الاحد واكد سعادة دكتور وليد المانع بان هذه الزيارات تأتي للتأكد من جهازية المركز ومختلف الجهات وذلك لخدمة المواطنين والمقيمين من الحالات القائمة وذلك تنفيذا لتوجهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وموافقتها على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الاعلى للصحة من جهتي اكد سعادة سيد ابراهيم النواخدة الامين العام للمجلس الاعلى للصحة بان المركز يقوم بالعديد من المهام منها الفحص والتشخيص للحالات وتوجيهها للعزل المنزلي او الى مراكز العزل والعلاج مبينا بان العملية ستكون بناء على مواعيد مسبقة للحالات القائمة يتم تحديدها وابلاغ الحالات حول تفاصيلها واطلع الوفد خلال الزيارة على سير العمل في المركز وفعالية الاجراءات ومنها تقييم الحالات القائمة وتركيب السوار الالكتروني وما يتبعه من اجراءات الى جانب تسليم هذه الحالات المستلزمات الطبية التي يحتاجونها اثناء العزل في ظل ما يبذله الفريق الوطني لمكافحة الفيروس من جهود حثيثة واجراءات احترازية شاملة جاء افتتاح مركز الفحص والتشخيص الخاص بالعزل المنزلي الاختياري ليوفر للمصابين بالفيروس خيارا اخر لقضاء فترة العزل في منازلهم اذا ما سمح وضعهم الصحي وتوافرت لديهم الشروط اللازمة طبعا اليوم في مركز الشامل هذا المركز اللي خصص لزيادة الطاقة الاستيعابية عامة في البحرين خاصة للمواطنين البحرينيين وطاقة السعبية زادت في لحوية تقريبا 800 سرير للحالات اللي هي ما عندها عامة اعراب واللي ممكن بعد تقييمها ان تكون موجودة في هذا المركز اليوم بندشن خدمتين رئيسيتين والخدمة الاولية اللي بتكون فيها طبعا تم اعلان عن العزل المنزلي في بعض الحالات طبعا تختياريا الحكومة موفرة هذا المكان للعزل ولكن اذا حبت الشخص ان يكون عامة فيه ناك عزلة في البيت اللي راحته فما في اشكال طبعا هذا المركز الخدمة الاولية بانه يكون متواجدين هنا من بعد الاتصال فيهم ان العينات تكون يعني موجبة المجموعة اللي موجودة او الفريق اللي موجود في هذا المركز وفي هذه الخدمة بيقدمون لهم الارشادات اللازمة يعطونهم لامور عمتنا الضرورية من المتابعة سواء الاساور او الابليكيشن اللي موجودة على الهاتف مركز الاعاقة الشامل في منطقة عالي هو المقر الذي يتم فيه فحص الحالات وتقييمها وتقدير وضعها الصحي من خلال نخبة من الكوادر الطبية والتمريضية التي تكافح الفيروس في الصفوف الامامية دون كلل او ملل طبعا من نسبة الى مركز الشامل عموما عندنا ثمان مباني غير عن مبنى تسعة مثل ما انت شايف مبنى تسعة للتصنيف الثماني المباني موزعة بين مباني للمرضى النساء ومباني للمرضى الرجال وفي مباني للعوائل لانه يعني للأسف بعض الاحيان العائلة كامل يكون عندها يعني الفيروس فتكون تنحط في العزل مع بعض في المبنى المخصص لذلك وان شاء الله نعمل من المواطنين يتعاونون معانا اليوم احنا مدشنين خدمة يديدة للتسهيل على المرضى بعد ما تم الموافقة على هذه الشروط يتم توجه المريض الى قسم لتفعيل النظام الالكتروني الاساور في الايادي يتم تفعيلها اول ما يوصل المريض منزله فيه هناك رسالة نصية توصل الى هاتف المريض يفعلها ويبتدي العزل المنزلي في عندنا متابعات لهذه المرضى في العزل المنزلي من فريق موجود في المراكز الصحية يشرفون عليه ادارة الرعاية الصحية الاولية تكون متابعة للمرضى كل يومين يكون هناك اتصال لمتابعة حالة المريض او اذا استجد اي شيء على الحالة القائمة تتم متابعة الحالة الى اخر يوم من العزل لعمل الفحص والتأكد من النتائج السليمة وبعدها يتم وقف النظام الالكتروني وخلاص نوقف النظام للساعة التعاون المجتمعي والتكاتف والالتزام التام بالاجراءات والمحاذير الصحية من قبل المصابين والمخالطين هي المعايير التي تتأمل الكوادر الصحية من الجميع الالتزام بها للخروج من هذه المرحلة الاستثنائية باقل الخسائر قبل بدء العزل المنزلي اجراءات دقيقة ومنظمة تتم في هذا المركز بدءا من مرحلة تقييم الاعراض لدى المصابين ومرورا بمرحلة التأكد من توفر الاشتراطات المناسبة للعزل في منزل المصاب وصولا الى مرحلة ارتداء السوار الذكي واجراءاته المعلنة مسبقا والتي يرتكز نجاحها على حس المسئولية الوطنية والمجتمعية لدى الافراد المصابين يحيى العمر لمركز الاخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر